شباب يفرح يعني هي بس فكر ان احنا كلنا يبقى لنا دور في المجتمع بتاعنا الشباب يعني منتمي لكيان التحاد تحيا مصر هنعرف اكتر ايه المشروعات اللي بيتطوعوا فيها وبيعملوا فيها وازاي بتساعد المجتمع والشباب اللي زيهم وهنعرف اكتر عن الولاد اللي معنا النهاردة اللي ليهم دور كبير في هذا المشروع معنا طلاب اتحاد تحيا مصر للعمل التطوعي احمد عز برعي انت منسق عام اتحاد التطلاب تحيا مصر في الجامعات والمدارس الخاصة صح ومعنا حازم نجيب منسق طلاب تحيا مصر جامعة عن شمس انا سهلا وطاهرة وزيد المتحدث الرسمي لطلاب تحيا مصر شرفتونا النهاردة جدير بالذكر كمان نقول ان الاغنية اللي احنا شفناها دي دلوقتي هي اغنية اتحاد طلاب اتحاد تحيا مصر هما اللي مصورينها وهم اللي عاملين لها المونتاج هما اللي عاملين فيها كل حاجة وده طبعا يقول ان هما شغالين بشكل جيد على ارض الواقع عبدأ مع المتحدث الرسم كلمنا اكتر عن المبادرة بتعملوا ايه ووصلتوا لايه طب خليني حضرتك صباح الخير على كل المصورين طبعا وكل سنة وهم طيبين بحلول عام 2017 وخليني بس صح حاجة وسيطة احنا مش اتحاد تحيا مصر احنا كيان طلاب تحيا مصر الموضوع يفرق ما بين الاتحادات الطلابية والكيانات التطوعية او العمل التطوعي في الجامعات طلاب تحيا مصر هو كيان طلابي نشأ في الجامعات المصرية كانت بداية كلية صيدالة جامعة القاهرة فخضوا انتخابات اتحاد طلاب العام القبل الماضي ومن هنا بدأت الفكرة ان احنا ننشر الكيان على مستوى الجمهورية ونقول ان دي اسرة شبابية او اسرة جامعية تهدف لخدمة الطلاب على مستوى الجمهورية في مختلف الجامعات المصرية سواء حكومية او خاصة معانا في الكيان مناصقين على مستوى الجمهورية في مختلف الجامعات من الصعيد لحد اسكندرية معانا اكتر من 20 الف او 30 الف عضوية وممكن ما بلغش وانا بقول ان احنا اكبر كيان على مستوى الجمهورية لانه نشاط فعلي على الارض سواء محلي او دولي وخللنا نبدأ بالنشاط المحلي احنا طبعا الهدف الرئيسي من كيان طلاب تحيا مصر هو تقليل الفجوة بين الشباب في الجامعات وتجميع افكارهم على قلب فكرة وحيدة وهي الانتماء للوطن او دعم مؤسسات الدولة بكمل طاقتنا غير كده ان انا بعدي كوادر شبابية قادر ان هي تحمل لواء الوطن بعد كده قادر تخدم بلدها صح خوفا من الممارسات التي كانت تنتهج في جذب الشباب للفكر التطرف طبعا احنا بنحاول نجمع الشباب معنا بنأهلهم ثقافيا بنأهلهم تعليميا عن طريق ندوات ثقافية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة وندوات تعليمية تخصون في مجالاتهم على مختلف الكليات ومختلف التخصصات ده بالنسبة للشق المحلي ويمكن اخر حاجة بنجهز لها للشق المحلي مارس لدعم المنتج المصري اللي احنا طبعا مش ناسين دورنا في دعم الدولة والاقتصاد المصري والسياحة المصرية احنا عاملين مارس ان شاء الله برعاية المجلس الوطني للشباب لدعم الاقتصاد المصري ودعم المنتج المصري ده اخر حاجة بنجهز لها محليا اما بالنسبة دوليا فاحنا اتطرقنا دوليا امانا مننا ان احنا لابد من تبادل الثقافات او الانفتاح على العالم احنا ارسلنا قبل كده وافدين لروسيا الاتحادية وكان الغرض منهم التبادل الثقافي بتستقبلنا جامعات روسية هناك برعاية الكنسولية المصرية وبنشارك هناك حتى في المؤتمرات اللي بتهم الامن القومي يمكن اخر مؤتمر شاركنا فيه كان مؤتمر السلم والارهاب كان في روسيا واخر حاجة يعني بعلن عنها احنا نفتخر ان احنا هنمسل مصر بين 250 دولة على مستوى العالم و20 الف مشترك في المهرجان الدولي الشباب والطلبة اللي هيقام ان شاء الله في سوتي في روسيا من الفترة من 12 اكتوبر ل24 اكتوبر في شهر اكتوبر القادم ان شاء الله دي اخر حاجة هنعملها وفيه جزء مخصص كمان في الوفد اللي هيسافر ان شاء الله لدعم المشيرة السفيرة مشيرة خطاب لليونسكو امانا مننا طبعا ان احنا لازم ندعم رموز الدولة ومؤسساتها وندعم السياحة المصرية وكما ان نفتخر ان احنا كنا اول وفد يسافر روسيا بعد حدث الطيران الروسية اه اول وفد سافر روسيا اول وفد مصري طلاب وحطينا اللوجو بتاع مصري الطيران على تشيرتاتنا ووعينا الناس هناك وقلنا لا مصر امينة وتعالوا ونجزب السياحة المصرية وكانت لفتها كويسة مننا وان شاء الله احنا يعني مكملين في دعم الدولة المصرية ان شاء الله بإذن الله تعالي طيب انت منصق جامعتين شمس دورك ايه وانت هندسة طبعا بس طبعا منصق لكل الكليات منصق لكل الكليات هو الحقيقة انا اكمل زي مع الزميلي طاهر الهدف الرئيس من كان طلاب تاحية مصر هو ان احنا بنربط بين الشباب داخل الجامعات احنا بنستهدف الشباب عموما يعني ككتلة في المجتمع لان الشباب يمثلوا اكتر من 60% مجتمع وهي قوة ضغطة لمجتمع فاحنا بنستهدف من تحركنا ده في النهاية ان يكون الشباب هم ايد او عامل مساعد في بناء الدولة وليس قوة ضغطة على الدولة عن طريق ان احنا بنصحح المفاهيم الخاطئة لدل بعضه بنربط ما بين الدولة وما بين الشباب وخصوصا داخل الجامعات الدولة في فترة اخيرة انتهجت سياسة خلينا نقول انها سياسة جيدة وتدعو للتفاؤل في ان هي بدأت تهتم بالشباب السيد رئيس اقام او عمل مؤتمر تحت رعايته للشباب لكن يظل الموضوع كلام اذا لم نجد قليات على الارض بقى لتنفذها لتنفذها الدولة بتتكلم وده كلام وانا اقعي جيدا من الدولة لديها النية يعني ونية صادقة لان هي تتواصل مع الشباب لكن لو ما فيش قليات للتنفيذ ده هيبقى الموضوع صعب فاحنا الغرب من وجودنا فعلا ان احنا نملى الفجوة ما بين سوق العمل وبين الشباب داخل الجامعات لان البعض بيخرج من الجامعة ويجد ان هو الجزء كبير من اللي درسوا ملوش علاقة من الكلام ده كله فاحنا ندخل الجامعة ممكن بندي كورسات للشباب تؤهلهم كورسات غير تقنية يعني هو طالب بيدرس تجارة مثلا او طالب بيدرس هندسة او اي امكان احنا ممكن نديله بريزنتيشن سكيل اللي هي المهارات للعرض المحتوى او انتروفيو سكيلز بحيث انه لما يدخل شركة او يبدأ يتكلم معهم اللي هيحتاجوا بعد كده بعد ما يتخرج فمن هنا بقول ان احنا نشأنا للفكرة دي ونشأنا ان احنا بنعي جيدا تطلعات الشباب لان هم يرتقوا بمستوهم ومستوى معيشتهم ونحصر البطالة ونسهم في جهوب محاصرة البطالة وعايز اقول برضو ان من الاهداف الرئيسية لنشأتنا ان احنا لا نترك الشباب وخصوصا داخل الجامعات فريسة لبعض الفكر مضطرف انا خلينا اقول وكون صريح مع حضرتك ان الجامعات تركت فارغة لسنوات عديدة كل من يريد ان هو يدخل ويعبس ويكتسب الشباب وخلينا اقول لحضرتك على حاجة الشباب المصري شباب واعي وشباب مصقف وعندهم الرغبة في ان هم يكونوا معوى البناء للوطن فاحنا بنقرد افكارنا وبنبدأ نتحور مع الشباب وخلينا اقول لحضرتك يعني بعيدا عن ده كله احنا بنعي جيدا ومؤمنين جيدا ان الدولة حتى متصلة مع الشباب وتقدر معاناتهم وهمومهم وكلام ده كله لكن لازم يبقى فيه مجهود اكبر من كده المجهود ده احنا بنقوم بيه واحنا بإذن الله اللي هنعمله وطبعا لازم نكتذب الفئة اللي هي من الشباب اللي هي ممكن تنحرف وتنجرف لطريق التطرف والعنف والكلام ده كله فده غرض رئيسي من ده هدف ده مهم جدا الجزئية دي مهمة ازاي بتقوموا بده يعني عشان الفكر يقدر تحارب الفكر المحتاج انت كمان يكون عندك الشخص اللي يقدر يقوم بالدور ده انه يقنع الشباب بالاتجاه ده بدل اتجاه الاخر احنا فيه بقى خط فصل يعني شعر ضقة مش عايزين نتجاوز العمل السياسي داخل الجامعات ممنوع وحنا لا بنشتغلش بالسياسي لكن الهدف الرئيسي من وجودنا ان احنا ننخلق مع الشباب ننخلق وعي ننخلق مع الشباب في عمل في عمل حقيقي يحس شباب دول بانهم ليهم ايم وانهم ليهم كيان الانخراط ده في حد ذاته هو الدافع للشباب دول اللي بيسحبهم من فكرة التطرف والكلام ده كله بعيدا بقى عن الافكار السياسية والكلام ده كله يعني احنا من ملناش تجاه السياسي ما بنقيتش شخص بعينه ولا الكلام ده كله احنا بنقايب مؤسسات الدولة ايا كان بقى مين لعرقص يعني انتو بتشتغلوا على انتو تاخدوا الشباب معاكوا في عدد من المشاريع والانخراط في المجتمع العام بحيث ان انتو تملوا وقت فراغ ممكن يتسلل منه فكر او حد بالزبط يقدر انه هو يعمل غسيل مخرج بالزبط وفي نفس الوقت بنفتح حوار مع الشباب دول نتبادل معهم الرؤى والافكار نكتسب منهم خبرات ونكسبهم وتديهم خدبا ونتبادل بقى المعلومات مع بعض ممكن نسميها حتى نكون حلقة وصل بين الشباب اللي في الجماعات وما بين الدولة حتى يعني ان نوصلوهم صوتنا عن طريق كيان مجمع بيجمع الشباب على مستوى الجمهورية نطلع افكارنا افكار الشباب كتيرة جدا بس للأسف في الفترة الأخيرة أو في العهود السابقة كانت افكار الشباب دايما ومشاريع التخارب كلها في الأدراج بتتنسب لحد تاني فده دورنا دلوقتي يعني الدولة محتاجانا دلوقتي اكتر من اي وقت احنا بنمر بظروف صعبة اكيد ولابد من تضافر الجهود ما بين الشعب المصر كله وبدأ من الشباب احنا اللي هنقوم بالبلد دي وقوة شبابها ان شاء الله طاحية مصر وعايز اقول لحضريك على حاجة برضو ونبه حضريك لحاجة مع الجهود المحمودة اللي بتقوم بها الدولة ومع كل ده بدون ده وبدون التحور الحقيقي مع الشباب وبدون العمل المخلص العنف احنا عارفين ان فيه مشكلات وعارفين ان الشباب بيسعوا وراء حلها والكلام ده كله لكن حل المشكلات ابدا ما بيكونش بالعنف ولا يكون بالانجرافل التطرف لان ده بيزيد الامر تعقيدة ومش خافي ان احنا تعرضنا الفترة السابقة لبعض المشاكل المشاكل دي انا بوجه بقى هنا رسالة للشباب لو ما قعدناش الحل بيكون بالحوار الجاد والحوار الوطني المخلص بيننا وبين الدولة والعمل الجاد لان لو فضلنا ماشيين في اتجاه والدولة ماشية في اتجاه الامر هيزداد سوقا وفي النهاية الشباب اللي كانوا بيطالبوا بالاصلاح حتى وبيطالبوا بالمستوى المعيشي الكويس وبيطالبوا بالقضاء البطالة هيجدوا الموضوع بيزداد سوقا نفسهم وده اللي حصل في فترات سابقة بالمناسبة يعني بعض الشباب حتى لما قعدوا مع نفسهم وفكروا طب ما احنا كنا ماشيين في اتجاه لكن الاتجاه الصدامي دايما بيولدش حلول وحضريك شايف ان امثلة عديدة حوالينا امثلة عديدة حوالينا والموضوع انجرف بيهم ازاي وما قدش بقى فيه انا عايز اقولك حاجة ان المستوى المعيشي الجيد وان التقدم والكلام ده كله بيقام في وطن ما بيقامش في الفراغ يعني لو ما فيش وطن نحافظ عليه واحنا عايشين فيه مستحيل هنبني ونعمل فاجب ان احنا نحافظ على فكرة الدولة طيب انا عايزة اخد برضو رأي احمد في العمل التطوعي اللي انتو بتقوموا بيه وفيه انه يكون حلقة واصلة ما بين الشباب وما بين الدولة واحنا من اهداف الكيان التسقيف السياسي والديني والاجتماعي فبرضو يعني انا بتمنى من الدولة ان العام القادم 2017 يكون عام احتواء للشباب لازم الدولة تحتضن الشباب والشباب الجامعات بالاخص سواء جامعات حكومية او خاصة لو انا محتويتش الشباب دول يعني ممكن هيحصل الشباب ممكن ينحرف للتطرف ماجيش ما اسلا انا اقول شاب بيفجر نفسه وكيره طبعا انا احتويه اعمل مثلا في الجامعات اعمل مراكز اعداد قادة اعمل كورسات توعية توعية ثقافية توعية دينية اعمل الحاجات دي برضو احنا بنفتقدها في الجامعات فلازم يكون فيه توعية من الدولة ان هي للشباب الجامعات لازم يكون فيه توعية سواء ثقافية سواء دينية سواء اجتماعية للكلاب ده كله هيفرق مع الشباب المصري طب انتو انتو يعني الاتجاه بتاعكم معظموا للطلاب اللي في الجامعات نشاط طلابي بحث ايه رد الفعل بالنسبة للشباب هل بتحسوا ان فعلا يعني فيه تجاوب في الفداة اه فيه تجاوب احب اعرف ايه الحاجات اللي الشباب دول بيقولوها لكم اللي بيتحسوا ان فعلا لازم ناخد بالنا منهم في حاجات معينة فيه شكاوى معينة فيه ازمات بتقابلهم فاحنا بيبقاش حاسين بيها كمجتمع وممتتهاش الاهتمام وده اللي بيخليهم ينحرفوا او يوصلوا لطريق مسدود ايه النقطة اللي بتقابلكو في الحاجات زي دي النقطة اللي بتقابلنا ان حاليا احنا ككيان طلاب تحي مصر مش مشجلين في معظم الجامعات كلها وانا بطلب من سيادة وزير التعليم العالي ان يسمح لنا ان احنا نتسجل في جامعة الجامعات المصرية سواء الخاصة والحكمية والمعاهد برضو العالي حرية ممارسة النشاط الطلابي نرجو من سيادة الوزير طبعا انه عدم التضييق في ممارسة النشاط الطلابي لان ده عمود من اعمدة بناء شخصية الطالب في الجامعة دي اهم حاجة ونقطة وركزة مهمة جدا في الجامعة انا عندي طلبة كتير جدا في الجامعات هو مش جاي بس عشان يدرس مثلا طب هندسة تجارة حقوق بالعكس انا جاي مارس هوية بحبها نميني يعني انا مثلا متميز في شعر متميز في غنى متميز في كورة متميز في اي مجال وجهني صحة خلينا مارس النشاط بتاعي انا هبقى مبدع فيه انا متأكد ان انا هبقى مبدع فيه فحرية الممارسة النشاط الطلابي في الجامعات لابد لابد وان يعي سيادة الوزير ان دي لازم يهتم بيها الفترة الجاية الشباب ايه بقى رد فعلهم يعني التجاوب عامل ازاي للمشروعات بتاعتكم هو الشباب رد فعلهم جيد جدا انا احنا تقريبا عندنا حوالي من 30 الف طالب مصري من مختلف الجامعات منضم اللي كان عندنا فدي برضو يعني لما بيلايه حاجة شغالة على الارض الواقع كان طلابتها مصر بيشارك في كذا بيعمل كذا بيقدم خدمات طلبية دي بتفرق مع الطلاب مثلا احنا يعني كل شغلنا نشاط طلابي بنحاول ان ننمي الطالب بننميه ثقافيا من خلال ان اوفر له حاجة محتاجة مثلا كورس اوفر له مثلا كورس تنمية بشرية الحاجات دي كلها بتفيد الطالب اكيد انا من نقطة واحدة كمان يعني احنا مؤمنين جدا انه لا يحارب الفكر الا بالفكر لو انا هتمت بفكر الطالب في الجامعة بعد كده هيبقى داعم للدولة مش ضدها زي ما قال حازم احنا عاوزين نبقى قوة مش ضغطة عالدولة طيب انا عندي سؤال والنغمة يعني لسيدة دلوقتي تصدير الاحباط للمجتمع تصدير انه الصورة قاتمة وما فيش يعني امل قريب بحيث ان احنا ننهض في كافة المجالات وخاصة اقتصاديا انتو بتعملوا ايه مع الطلبة علشان تشيلوا فكرة اليأس ما هو يعني مدخل اساسي للطالب ان هو ينحرف ان هو يبقى يأس مش شايف مستقبله قدامه او محبط خلينا اقول لحضراتك ان بصفة عامة هي فكرة جوهرية اللي احنا بنتكلم فيها فكرة هو ايه اللي حصل اللي حصل اهمال للشباب على مدار فترة طويلة الاهمال ده شوف انا اقول لحضراتك الحاجة احنا بنسألش اللي بيدخل لنا انت بتنتمي اهم حاجة ان هو ما يكونش بنتمي الفكر العنف والارهاب دون ذلك ما بنسألوش انت بتنتمي لأيه احنا اللي همنا كل واحد اللي بقى ليه اتجاهه ورأيه ده يعني ايه حرية رأيه وكل واحد ليه رأيه لكن المهم ان احنا ننقذ المجتمع ننقذ الدولة لو ترك الشباب كده الشباب هم اللي بيشكلوا 65 ل 70% من المجتمع هؤلاء هم قادة المستقبل لو تركوا والوضع ترك بالشكل ده الوضع هيكون غير محتمل انا خلينا اقول لحضراتك على حاجة الفكرة الرئيسية وليه الشباب بيوصلوا بالموضوع التطرف والكلام ده كله بعيدة عن الهمال هو اللي بيجند الشاب ده عشان يفجر نفسه ولا بيجنده ينضم الجماعة ما بيعمل ايه بيبدأ ياخد الشاب الصغير شاب هو الشاب ده حاسس انه هو مهمل وحاسس انه فيش حد متمم بيه فهيبدأ يقول له ايه لأ ده انت قائد ده انت ممكن تبقى امير ده انت تبقى امير جماعة تبقى مسؤول عنه مش عارف ايه ويطمعوا ويطمعوا انه يبقى بالقيادة والعمل والكلام ده كله فايجي الشاب يقول لك طب ما انا اروح معا ما انا قاعد ما ليش اي قيمة هنا هو ومن هنا بتبدأ فكرة لو احنا شغلنا الشباب دول بعمل جاد وعمل حقيق وهم عندهم القدرة اخد ايبال حضرك انا اقولك على حاجة يقال للشعب المصري كله بعض يقول شعب المصري نسبة الاماية مرتفعة وكلام ده كلام صحيح لكن الشعب المصري انا اقول كلمة مش كلام اعلام ولا حاجة الشعب المصري عنده مخزون حضاري كبير جدا وفيه ادلة على كده فيه كلام من اللي بنتكلمه يوميا هو كلام من عهد الفراعن يعني فيه كلمات بنستعملها يا كلمات بنستعملها لفراعنة ليعبروا عن اشياء بنعبر عنها النهاردة فده من المخزون الحضاري وانا فيه حاجة ما كنتش عايز اتكلم فيه لكن هتكلم فيه اقول ان الشعب المصري لما خرج في الفترة اللي فاتت ما كانش خارج بس عشان العيش والاكل والسكر والزيت لكن لانه هو حاس ان الدولة رايحة في مصار تاني وحاس ان الدولة رايحة في اتجاه تاني على طبيعته وعلى سازاجته فالشعب المصري لا شعب واعي وشعب مصقف والشباب المصري عنده القدرة يعني ويريد هو الحقيقة يريد انه يعمل لكن اذا ما توفرت ليه الفرصة لو توفرت ليه الفرصة هيعمل بصرف النظر بقى ان هو بيفكر في ايه وازاي وهيتحول تدريجيا مع العمل ده هلأ هيلاقي نفسه ان هو ترس في عجلة الوطن وفي عجلة البناء والتنمية يعني برضو عشان خاطر الوقت بيجري احنا انتو شغالين على ان انتو تدوا الشباب او تحاسسوا الشباب بقيمتهم وكانهم داخل المجتمع حلقة وصل ما بينهم وبين الادارة المصرية او الحكومة المصرية وفي نفس الوقت بتشتغلوا على تكسير فكرة اليأس والاحباط اللي ممكن هو يسيب الشباب في فترة تلك ايه بنقوله انت موجود انت عندك فكرك وموجود وقدر ان انت تبدأ ليه لا وعلى فكرة هقول حضرتك على حاجة موضوع الاحباط اللي حضرتك تكلمت فيه مش بيعان منه الشعب المصري فقط احنا دول الوطن العربي كله الشباب بيحس انه هو مهمش فيه لذلك احنا يعني هقول حضرتك ان احنا توصلنا مع مجموعة شباب في مختلف الدول العربية وبنجهز قريب ان احنا نعمل قمة عربية شبابية لأول مرة يعني هتبقى قمة عربية شبابية لأول مرة في شرم الشرق ان شاء الله بنجهز لها انهم يعني احنا لوقتنا للاسف خلص هنبقى انتبع معاكم المجودات بتاعتكم الفترة الجاية وربنا يوفقكم ان شاء الله وده مهم جدا ان احنا نحافظ على شباب مصر لانهما مستقبل البلد ان شاء الله الفترة الجاية هنطلع لفاصل مع كل سيد المشاهدين ونرجع على طول مع حضراتكم واخر فقراتنا نهاردة ومعانا الشاب المعيبة والشاعر الطفل عبد الرحمن محمد احمد هنطلع مع الفاصل ونرجع على طول نسمع عشان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة